العراق أكثر ساحات الحرب سخونة في حال دلعت المواجهات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران حيث تدار الحروب بالوكالة وتسعى ميليشيات الحشد إلى جعل العراق كبش فداء لأي خطر يهدد النظام الإيراني صحيفة فيرست بوست الأمريكية تقول إن تهديدات الولايات المتحدة بإعلان الحرب حال قيام أحد وكالاء إيران في العراق بضرب القوات الأمريكية ستؤدي إلى نتائج خطيرة مشيرة إلى وجود شكلين محتملين لتلك الحرب الأول هجمة عسكرية باستخدام الطائرات والصواريخ الموجهة والثاني محاولة القوات الإيرانية التحرك نحو العراق والقيام بحرب شوارع انجرار العراق للحرب الإيرانية الأمريكية المحتملة تؤكده مجلة أتلانتيك الأمريكية حيث أوضحت إمكانية أن تشكل الميليشيات المسلحة في العراق بؤرة توتر بين أمريكا وإيران وتأتي الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العراق لتحمل تحذيرات مباشرة لحكومة عبد المهدي من تعرض المصالح الأمريكية في العراق لأي خطر من قبل أذرع إيران المسلحة السيناتور الأمريكي ماركو روبيو يكشف عن استنفار فصائل ميليشيا الحشد ووضعها مخططات لاستهداف المصالح الأمريكية حال تعرضت إيران لضربة أمريكية ميليشيات الحشد ذاتها هددت باللجوء إلى عمليات تستهدف المصالح الأمريكية من بينها القصف الصاروخي على التجمعات الأمريكية وخطف الرعاية الأمريكيين الموجودين في العراق الميليشيات الموالية لإيران تبدو متفاعلة مع الحدث أكثر من إيران نفسها ما يعطي الولايات المتحدة ذرائع لاستهداف العراق ليس على المستوى العسكري فقط بل يتعداه إلى استهداف اقتصادي يكون الشعب منه هو المتضرر الأكبر